أهل وزمالك مباراة مهمة مباراة صعبة الدربيا الأهم والأقوى في الوطن العربي وفي أفريقيا وفي مصر الحقيقة وبالتالي تتكلم عن مباراة صعبة جدا كيف ترى هذه المباراة في ظل الظروف بقى الإصابات والهنا وهنا والأحداث هنا وهنا والتحكيم هنا وهنا كل حاجة أنا بسخة أنا كابت الإسلام عشان عايزة نزلها لعبا أحلى مباراة ممكن تلعبها في حياتك قمة الأهل وزمالك يعني أنا كنت طبعا من المبقوتين العيبة المبقوطة أو العيبة المحظوظة وانا في المراحل السنية أسلام 13 في النازل الأهلي 14 15 16 17 فريق الأمل كل ده ملعب أهل وزمالك طبعا وبعدين الفريق الأول يعني في مدار حوالي ممكن عشر سنين أو عشر سنة لعبت أكتر من 22 مباراة مع الفريق الأول على الأهل 25 مباراة بالزبط يعني مخسرتش غير مباراة واحدة وعاز أقولك في المراحل السنية نفس الكلام يمكن مخسرتش غير مباراة واحدة وان مباراة القمة كمان من المباراة الحلوة انك انت بتلعب مع خصم منافس تقليدي بالنسبة لك عنده بردك لعبة دولية صحيح عنده جماهير على أعلى مستوى صحيح صاحب بردك بطولات في الدور العام وكأس مصر إحنا كان يوم الجمعة إسلام بيبقى عيد بالنسبان يوم الجمعة كان قبليها الناس بتروح صلاة الجمعة وبعدين يبدأ يحضروا بقى لمباراة الأهل والزمالك الأستاذ بيبقى مليان من بداية من بعد الصلاة على طول خلاص البنم بتتقفل وما فيش دخول للجمهرين وبيبقى استعداد جميل الأحمر عليمين الأبيض على الشمال جماهير الفرقتين هتفات من أول ما تخشت الأستاذ تحيي لعبتها وتحيي فرقائها بشكل كبير جدا مفيش لبز بيخرج كابتل إسلام صحيح خارج عن النطاق إحنا بالنسبة لنا كلعيبة كمان الروح الرياضية اللي موجودة في اللقاء بين الفرقتين تلاقي بعض الفترات حشيش يمكن واحد أهلاو ماسك فيه واحد زمالكاوي طبورين ورابعد بين حي جميل هنا وحي جميل هنا يعني كان فيه عادته تقاليد كابتل إسلام صحيح بتحسسك بقيمة الفرقتين وبقيمة القمة في هذا اليوم صحيح مع التطوير ومع الأجيال اللي احنا شفناها شفنا نموذج يمكن للعهد القديم في دولة الأمارات لما استضفت أول قمة للأهل الزمالي شفنا فعلا بقى الأسرة المصرية الرجل زوجته أولاده داخلين الأهل والزمالك والجماهير وانضباط بشكل كبير جدا داخل المدرجات وده بنعكس على أداء اللعبين يعني اللعبة لما بحس بالانضباط الجماهير وشكل الجماهير المنظم ده بيطلعوا بقى هما من عندهم كل الحاجات الجميلة اللي ممكن نشوفها في مباراة القمة فبكرة أنا شايف إن شاء الله بإذن الله أني نتمنى أن تكون مباراة قمة طليق بالفرقتين ترجمة نانسي قنقر